أهلا بكم مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم على سبوع منشيط اقتصادي والذي نصلت الضوء من خلاله على أبرز القضايا الاقتصادية على الساحر حلقة اليوم نناقش فيها أبرز الملفات والتطورات التي شهدتها وزارة التجارة والصناعة يعد ملف تحسين بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية وتسهيل تنفيذها في الكويت من خلال خطة تحفيزية وإزالة العوائق التي تواجه القطاع الخاص البوصلة الجديدة لهذا القطاع للقيام بدوره الفعال وتخطو البلاد نحو تنفيذ خطة طموحة تهدف إلى تعزيز قدرة القطاع الخاص على التفاعل ومواكبة التغيرات المتسارع محليا وعالميا والاستجابة بفاعلية لمتطالبات الحقبة الجديدة سعيا إلى رفع ثقة القطاع الخاص بالاقتصاد وتكثيف مساهمته في التنمية شوف التقرير ونرجع لكم مرة ثانية خطوات واسعة اتخذتها الحكومة الكويتية في دعم وتحسين بيئة الأعمال وتمكين الشباب الكويتي وربطهم بالاقتصاد وتشجيعهم على الدخول بالقطاع الخاص وتطوير البرامج والمشاريع التي تنمي الجانب التنموي لهذه الشريحة حيث سعت وزارة التجارة لتنظيم العديد من المؤتمرات منها مؤتمر تمكين الشباب الذي فتح أفاقا جديدة أمام الشباب الكويتي وساهم بتحفيزهم لإطلاق إبداعاتهم وأفكارهم الخلاقة نحو المستقبل عبر تقديم النماذج الناجحة والإيجابية وعرض التجارب كما يعد إنجاز الجهات الكويتية المعنية بمشروع النفذة الواحدة للترخيص الشركات يعد خطوة مهمة نحو تطوير بيئة الأعمال في الكويت ومن خلال القوانين والقرارات التي تصديرها مختلف الجهات الحكومية يتم خلق بيئة خصبة ومهيئة للشباب كصندوق المشروعات الذي أنشئ ليكون داعما لهم خصوصا وأن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تحظى بدعم الدولة بما يسهم في خلق فرص العمل أمام الشباب الكويتي كما أصدرت وزارة التجارة والصناعة قرارا وزاريا يقضي بتنظيم عمل المعارض العقارية في الكويت ويتضمن العديد من الشروط الصارمة التي تحفظ حقوق كل من الشركات العقارية المشاركة في المعارض والعملاء على حد سواء واشترط القرار لمنح الترخيص أن تتقدم الجهة التي ترغب في تنظيم المعرض بطلب قبل موعد المعرض المزمع إقامة بشهرين على الأقل يرفق به اسم المعرض وموعد عقاده ومكان عقاده وقائمة بأسماء الجهات المشاركة في المعرض عديدة هي الإنجازات في تحسين بيئة الأعمال بما يتواكب مع رؤية كويت جديدة تتطلع لمركز مالي وتجاري مشاهدينا حول هذا الموضوع يسعدنا أن يكون معنا بالاستوديو الأستاذ محمد العنزي الوكيل المساعد للشؤون الفنية وتنمية التجارة بوزارة التجارة والصناعة أستاذ محمد حياك الله أبقاك الله حياك الله أخونا ووف ورحب فيك ورحب بالأخوة المشاهدين في البداية ساذ محمد يلت تحدثنا عن أبرز الملفات والتطورات التي شهدتها وزارة التجارة والصناعة خصوصا في مجال تعزيز بيئة الأعمال نعم كما هو معروف للجميع أن وزارة التجارة والصناعة هي المنطب بها تنمية الاقتصادية في ذوت الكويت عندنا عدة ملفات في وزارة التجارة تتبع معالي وزير التجارة الأخ خالد ناصر رضان منها ملف التنمية الصناعية خلال الهيئة العامة الصناعة ووزارة التجارة وهي موضوع تأسيس الشركات وتنمية بيئة الأعمال في ذوت الكويت وتسهيلها أيضا عندنا صندوق المشروعات الصغيرة وهي تهدف إلى استهداف فئة الشباب صندوق المشروعات الصغيرة وصندوق وضع لخدمة وتشجيع شباب العمل في القطاع الخاص توجه الكويت لأن تكون مركز مالي واقتصادي أقليمي هذا بناء على توجيهات صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه هذا الأمر ساهم في أن تكون هناك دفع أمانة قوية من قبل مجلس الوزراء الموقر ومعالي وزير التجارة يقودها معالي وزير التجارة في أن نحسن بيئة الأعمال من ناحية تأسيس الشركات وتسهيل تأسيس الشركات في السابق كانت أمانة مرتبة الكويت متدنية جدا في مقياس موشيرات الأعمال على مستوى المنطقة أيضا وهذا الآن الحمد لله من خلال النافذة الواحدة أن بعض التراخيص تنجز في ذات اليوم أيضا عندنا رخص المتناهية الصغر وهذه أيضا أن المواطن يستطيع ممارسة أعمال من خلال المنزل لا يحتاج إلى أن يؤجر محل وغيره وهذه تم حل مشكلة العقار أو ارتفاع سعار العقار في ذات الكويت عندنا الهيئة العامة للصناعة جراءات وتوضيح جراءات الصناعة والوزارة من خلال معالي وزير التجارة ورئيس مجلس إدارة هيئة العامة للصناعة العمل يسير على قدم الوساق لوضع شروط واضحة لتسهيل أو تشجيع الصناعة في ذات الكويت أيضا عندنا صندوق المشروعات الصغيرة تخفيض الخطوات من 34 ما يقارب إلى أربع خطوات تقريبا بس خلال فترة بسيطة ويتم البد فيها عندنا أيضا الأنشطة القائمة وهي الوزارة التي تقوم فيها من زمان والتحسين أو تسهيل إجراءات الحصول على الترخيص التجارية سواء بشقية سواء الشركات أو الترخيص الفردية والشركات المقسمة لنوعين شركات أشخاص وشركات مساهمة هذه أيضا أنشأت النافذة الواحدة والتي أنجزت عدد طلبات التأسيس والتي أعلم من بداية السنة 12 ألف طلب أنجزت أكثر من 8 ألاف شركة النافذة الواحدة فقط أنجزت أربع تلاف ترخيص أكثر من أربع تلاف ترخيص هذه كلها عمليات تساهم في تحسين موقف الكويت في مؤشرات بيئة العمال عندنا أيضا ما يقال المعادن الثمينة المعادن الثمينة الكويت تعتبر السوق رقم واحد الموثوق فيها على مستوى المنطقة هناك إجراءات وزارة التجارة قامت فيها خلال الفترة الأخيرة حسنا مستوى إنجاز الأعمال من 55 يوم للفحص والوسم المصوغات إلى أن استطعنا الآن في بعض الأحيان يوم واحد خلال يوم 21 ساعة يعني لا تتجاوز من يوم إلى خمسة أيام عمل لا تتجاوز لا تزيد عن ذلك ويكون التاجر لذلك سهولة ممارسة التجارة تساهم في رفع مستوى الاقتصادي لدولة الكويت وأيضا تشجيع وزيادة حركة دوران رأس المال في دولة الكويت سيد بحمد قبل أن أدخل على المعادن الثمينة يمكن أن هذا سيكون أحد المحاور في اللقاء الآلية التي تبعت من قبل وزارة التجارة وعلى رأسهم معالي الوزير في هذا الإنجاز الذي حضرتك قبل قليل ذكرته كيف كانت الآلية؟ أولا هناك إرادة ثانيا هناك تشجيع ثالثا هناك موظفين على مستوى عالي من الكفاءة هناك فرق عملت يقودها وزير التجارة معالي وزير التجارة والشيء بالشيء يذكر هناك جهات أيضا دعمت هذا الجانب تعاون كان متكامل بين حكومة ومجلس أمة وقطاع خاص وموظفين في الوزارة الكل كان لما تجي يشوف النفس الموجودة عند الموظفين الكل يريد التطوير الكل كان هذا يريد التطوير ولكن ما كانت في الأدوات وفرت هذه الأدوات وفرت الدعم المناسب تم وضع خطط خطط قصيرة المدى وخطط بتوسطة وخطط بعيدة المدى هدفنا الأساسي هو أن نحقق رؤية صاحب السمو أن نكون مركز مالي واقتصادي على مستوى المنطقة سيد محمد مثل ما ذكرت الربط ما بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص وأيضا الموارد البشرين نتكلم التنسيق ما بين هذه الجهات هل واجهتكم مع وقات؟ للأمانة لا ولكن هناك كان في بعض اختلاف الفكر كيف التنفيذ استطعنا أن نجمعها كلها في بوتقة واحدة وكل انطلاق خلال مثل العربي مثل ما تقول مش القطر على السكة حلو منتاز سيد فحمد قبل أيام معالي وزير التجارة والسنعة سيد خادر رضان أعلن عن اللائحة النهائية لقانون تنظيم المعارضة العقارية أبرز هذه اللائحة المعارضة العقارية وما أدراكم عن المعارضة العقارية المعارضة العقارية في السابق كان نعاني من مشكلة مشكلة أن هناك مشتركة ضعف الرقابة ضعف قوانين أيضا ضعف ثقافة مستحلك لذلك كان الفترة الأخيرة أوقفنا المشكلة أدت إلى كوارث مست بعض المواطنين وهناك قضايا منظورة أمام القضاء لذلك كان هناك لا بد من تدخل وزارة التجارة بعض الأحيان الجراحة هي آخر العلاج أوقفنا المعارض إلى أن صدرت اللائحة الجديدة التي تنظم وتحدد المسؤوليات على كلا الطرفين المنظم والعارض وأيضا تشجع المستحلك أن يكون أكثر طمانانا في هذه المعارض أبرزها أن لا يسمح أن هناك علاقة تضامنية بين المنظم وبين العارض المنظم المعارض بالتالي أصبح هناك مراقب آخر غير وزارة التجارة المنظم نفسه ملزم أن يراقب الشركات التي تعرض عليها تحمل مسؤولية خلالها أيضا عندنا هذه الفترة الأخيرة فترة الإيقاف ساهمت في إيجاد وعي عند المستحلكين أنه كان هناك ثقافة إيجاد وعي الكل ولله الحمد كان مرتاح خلال فترة الإيقاف ولله الحمد لاقينا رضا كامل من كافة المستحلكين بإيقاف المعارض بفترة أخيرة لحين صدور اللائحة ولله الحمد صدرت اللائحة سنبدأ التنفيذ فورا نشرها في الكويت اليوم ستكون أيضا على الجميع بمصطرة واحدة نعم سيد محمد يعني من كلامك فعلا كان هناك ضحايا من المواطنين نعم من خلال هذه الشركات بين قوسين الشركات العقارية طيب خلاف على ما هو التحويل النيابة لبعض الشركات دور وزارة التجارة في استعادة حقوق المواطنين يعني الدور الآخر نعم نحن وزارة التجارة هي منوط فيها في هذا المجال الرقابة على الترخيص وممارسة النشاط وفق الترخيص الممنوح هناك ممارسات ليست المشكلة أن الممارسات أغلب المشاكل الموجودة ليس في المعارض قاعدة تصير هي المعارض كانت باب لاستدراج المسالكين في مواقع أخرى نعم يتم ممارسة في خلال الشركات من خلال مواقع الشركات وزارة التجارة كانت تراقب المحلات أو مواقع هذه الشركات وتغلقها نعم ولكن هذه قضية تعتبر مدنية كثير من المواطنين وكثير من الشركات الوزارة حالتها للنيابة ولكن ليست كل الشركات نعم لا معنة هناك كثير من الشركات نزيها وكثير من الشركات هناك رضا عليها ولكن هناك بعض الفئة من ضعاف النفوس من أصحاب هذه الشركات للأسف هم من استغلوا ثقة المستهلكين أو ثقة المواطن الكويتي الطيب سيد الحمود أنا ودي أيضا أدخل على نفس إطار المحور هذا الغش التجاري ولكن راح أخلي هذا المحور في نهاية الحلقة ولكن أدخل معك موضوع المعادن خطة وزارة التجارة في موضوع تطوير أسواق الذهب خصوصا أن سوق الذهب الكويتي يعتبر من الأسواق الرائدة في منطقة الشر الأوسط نعم أول شيء نحب أن نوضح للجمهور أن دولة الكويت تعتبر من أول دولة أصدرت قرار قانون لتنظيم المعادن التجارة المعادن الثمينة فيها ممتاز ولا يسمح بتداول أي قطعة ثمينة إلا بعد فحصها ووسمها أو ما يسمى الدم من وزارة التجارة والصناعة لذلك هناك ثقة في الذهب الكويتي والمعادن الكويتية على مستوى المنطقة ككل الشر الأوسط كاملا هناك محلات خاصة لبيع الذهب الكويتي في أخواننا عند الإمارات في دبي أو في أبوظبي أو في المملكة العربية السعودية في الرياضة في المناطق الأخرى أيضا في الجمهورية العراقية الشقيقة كذلك في الأردن في إيران على المحلات مكتوب ذهب كويتي لسمعة لذلك كان هناك توجه أن إعادة الرياضة للسعود الكويتي أولا عندنا قيمة مضافة أن الذهب الكويتي موثوق فيه على مستوى المنطقة وهذه قيمة مضافة لا تضاهيها أي قيمة أخرى على مستوى المنطقة لذلك من السهل استعادة الرياضة تطوير وزارة التجارة عندنا خطة قصيرة خلال ست شهور قادمة وهناك خطة متوسطة خلال هذه السنوات القادمة واحد إضافة أجهزة متطورة وإحنا عندنا أحدث الأجهزة للفحص والدمغ وأيضا عمل دورات توعوية للمستهلكين أيضا هذا توجه وزارة التجارة حاليا ستقام دورات مجانية للمستهلكين أيضا هناك رقابة مشددة ستكون على السقل المحلي أيضا ستنشى فرق متخصصة في المعادن الثمينة والمجوهرات ليس فقط المعادن أيضا حتى المجوهرات من ناحية العلماس أو اللولو أو الزمرض أو بينواح المجوهرات الأحجار بينواح لذلك سنستعيد ريادة السوق الكويتي وهذا إن شاء الله بإذن الله خطة وزارة التجارة خلال فترة تبدأ من ست شهور إلى ثلاث سنوات سيد محمد يعني هذا أيضا يسحبنا إلى كلام ثاني موضوع الرقابة موضوع الأجهزة لحضرتك تفضلت فيها الذكرت هذه تعزز من ثقة المستهلك في السوق الكويتي أو أيضا لأسواق الأخرى عوامل أخرى ثانية تعزز الثقة نعم أولا لا يتم تداول أي سلعة ثمينة في السوق المحلي اللي بعد فحصها من قبل سوق الكويتي من قبل إدارة المعادنة الثمينة في وزارة التجارة الكادر جميعه كويتي كلهم كويتي أمية بالأمية أمية بالأمية ممتاز وهذا الشيء أفتخر فيه يعملون في بيئة بدأنا اللي كانت تسبب بتسرب الآن بدأنا من خلال دعم وزير التجارة أن نحسن بيئة العمل لديهم ولله الحمد بدأنا أن نحافظ عليهم ونستعيد وأيضا خلال الفترة القادمة سنوضيف أيضا كوادر جديدة وطنية ممتاز للفحص لذلك أهم شيء عندنا أن هناك مواطنين موظفين كويتيين الجنسية يستخدمون أحدث الأجهزة في فحص المعادن الثمينة قبل تداولها في السوق المحلي سيد محمد دام ذكرت إدارة المعادن الثمينة هل هذه الإدارة تواجه بعض الصعوبات؟ أو حسنتوا فيها النار؟ لا حسنتوا فيها أولا موقع الإدارة توجه وزار التجارة لتطوير موقع الإدارة ممتاز هذه كان من أهم الإدارة في النية لذلك مع الوزير يقود مطالبتنا في توفير كوادر مالية خاصة لهذه الفئة يعني الجميع يعلم طبيعة خاصة لإدارة المعادن الثمينة هي الإدارة الفنية الوحيدة في وزارة التجارة كلها ممتاز لذلك الكادر جميع كويتي يعمل في بيئة كان في السابق كانت غير مناسبة الحمد لله تم معالجتها بالكامل أيضا قدمت لها التسهيلات وقدم لها الدعم هذا الكادر ولله الحمد نجحنا في أننا نعيد التفاعل في العمل ممتاز ساذ محمد وزارة التجارة انجحت في تقليص دورة العمل من 55 يوم إلى ثلاثة أيام أكيد هذا النجاح لم يأتي من فرق إنما من خلال جهود بينا علينا نعم واحد هذه مشكلة كانت يعني عندنا شقين كان في الشركات في التأسيس والتي ذكرتها النافذة الواحدة وفي أيضا المعادن الثمينة أيضا 55 يوم هذا كان موجود في دارة المعادن الثمينة وهذا كان يتسبب في خسار التجار التجار هم مواطنين مثلنا في السوق المحلي شركات كويتية يقدمون قيمة مضافة لذلك أنا ما وكان كثير من الورش المحلية لدينا في الكويت ما ليس لدى الدول الأخرى عندنا 400 ورشة تقريبا تعمل في السوق ورشة حلي ذهبية وفضة هذه الورش كانت تخسر السوق الخارجي كان عندهم عقود وخسروها نتيجة التأخير الآن نتيجة لبعض الإجراءات الإدارية تم تقليص العمل مثل ما ذكرت لك من 55 من 55 وصلنا 24 ساعة بما لا يزيد عن 5 أيام يعني من يوم إلى 5 أيام لا يزيد عن ذلك ممتاز حتى تم تشجيع المواطنين تشغيل الأجهزة التي كانت متعطلة لدينا عرجت كثير من المشاكل البسيطة كانت ولكن تم معالجة أول الله الحمد دورات تدريبية موظفيننا أيضا تم دخالهم في دورات تدريبية متخصصة لسرعة إنجاز العمل وشون الفواد اللي متوقع من تطبيقها؟ الفواد قلتك سرعة إنجاز العمل ممتاز ودقة الإنتاج نعم سيد محمد المستهلك له حقوق وعليه واجبات نعم ما هي المستهلك وما أدراك ما المستهلك وأنا أتكلم فيها لأن لأن نتكلم بواقع المستهلك عليه ثمانين بالمئة من سولين لذلك أنا دائما أقول المستهلك يجب أن يكون واحد يجب أن يكون على معرفة لا يستعجل في الشراء مشكلة العقار التي تكلمنا فيها طيبة المستهلكين وجدت أوقعتهم في هذه المشاكل لا تصدق لما يعرض أو ما يكلم نحن نقول بمثل الكويت تشتري سمج بالماء صح نحن نقول لا تشتري سمج بالماء روح وشوف تأكد من الإجراءات هذا أنا أبي منه هذا الدور هذا كوزار التجارة أطلب من المستهلك أن يقوم بدوره فقط الشيء الثاني يجب أن يتحلى بالتوعية مراكز وزارة التجارة جاهزة لتوعية المواطنين واستقباله ورد على السبساراتهم عندنا الخط 135 وزارة التجارة تسألي راح يجاوبك شنو دوره المستهلك أسأل أي سؤال راح يقول لك أي قانون راح تتبع شنو تتبع هذا أنا وناشد المستهلكين أن يقوموا بدورهم بس ممتاز لا تستعجل بالشراء تريه وسأل سيد محمد قبل أن نهي معك الحلقة يعني ثلاثين ثانية أثناء ما كنا نغطي بعض المعارضة العقارية كانت هناك بعض الشركات حقيقة يعني يعلك في المحل أو في المعرض التوكيل من الشركات اللي خارج الكويت أو من الأماكن العقارية وأيضا الترخيص وما شبه ذلك هل هذا يعطي أو يعزز ثقة أيضا العميل عندهم؟ وشون تعاملتم معهم كوزار التجارة؟ الباب مفتوح لكل تاجر نزي والباب مغلق أمام التاجر الغير نزي كثير من الشركات تتمتع بالمصداقية ولكن هناك مثل ما سبق وما ذكرته أن هناك بعض الشركات الغير نزيه استغلت ثغرات وأثرت على سمعة الشركات الغير نزيه هذه الشركات تم معاقبتها وكثير منها وحيل للنيابة وكثير أيضا منهم بعضهم أيضا حتى موقوف بالضبط في محجوز يعني على ذمة القضايا والاتهامة الموجهة لها لذلك يعطي يعزز لذا أي شركة إذا تستطيع أن تلبي مطالب المعارض اللاحة الجديدة للمعارض العقارية حياها الله سبق مفتوح أيضا سيدة محمدتو في المعارض العقارية في مكتب يكون تابع وزارة التجارة والبلدية نفس الوقت مكتبكم هل هذا أيضا يعطي العمية ممكن إيكم نفس الوقت يسأل لكم على المعارض أو الشركة نعم أنا لذلك أتقلبه شوي قد لك أنا أطلب منه أن يتريث ويرجع لنا وزارة التجارة ويسأل نعم لا يستعجل ولا يتأخذه بالطمع بالنسب العالي اللي يحطون أنه يستثمر بثلاثين واربعين وخمسين وثلاثمائة بالمئة هذه كلها خدع هذه كلها خدع تمارس لخداع المستحرك نعم السيد الحمد للعنزي الوكيل المساعد لشؤون الفني وتنمية التجارة في وزارة التجارة والصناعة كل شكر لك سبحانه حياكم الله شكرا جزيلا مشاهدين الكرام وصلنا إلى ختام حلقة هذا الأسبوع على أمل أن نلتقي معكم في الأسبوع المقبل بإذن الله تعالى في أمان الله